ولم تجد المخطوطات العراقية دارا محصنة تأويها فحل الضيفا على المتحف الوطني الذي لم يلائمها لعدم توفر المواصفات العالمية لحفظها وبعد هذه السنين الطويلة وضعت الحكومة العراقية حجر الأساسي لمبنى جديد ليكون دارا عراقية خاصة بالمخطوطات تضم ما يزيد عن 40 ألف مخطوطة ذات قيمة تراثية مهمة الشعوب العالم تفتخر بإرثها بمخطوطاتها ونحن مع الأسر الشديد كان هناك مال في تقديم الدعم إليكم في السنين الأخيرة هذه فرصة كأن نقل الموروث من جيل إلى جيل مخطوطاتنا تربو على 47 ألف مخطوط هي قبلة للباحثين في العالم كل باحث أراه في أرجاء الجامعات في الغرب والشرق واحدة من مناه أن يحظى وأن يرى مخطوطات العراق دار المخطوطات الجديدة صممت وفق مواصفات خاصة توفر الحصانة اللازمة والظروف المعتمدة عالمياً لحماية المخطوطات ذات القيمة التاريخية الكبيرة وتضم أقساماً عدة تخص المخطوطات والكتب التاريخية المهمة نعمل بجهد من أجل إنشاء هذا المبنى الذي سيكون من المباني الحضارية العمرانية بمواصفات عالمية ويكون جزء من عنده محصن تحصيناً معروفاً فيما يرتبط بالحفاظ على المخطوطات وتوفير الأجواء اللازمة لها المخطوطات العراقية بعددها الكبير فيها ما هو نادر ونفيس ومنها مكتوب بلغات عدة وأخرى مكتوبة بخط مؤلفيها أنفسهم ويعود معظمها إلى الحضارة العراقية الإسلامية وحضارات أخرى وفيها ما يعود إلى ألف سنة محمد سعد الحرة